السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله النهاردة هنبدأ المحاضرة الخامسة بعنوان connective tissue او النسيج الضام احنا خدنا الابسليم النسيج الطلاقي اما هناخد ال connective tissue النسيج الضام اول حاجة بالنسبة للتعريف النسيج الضامدة التزة tissue يعني النسيج زات support يعني بيدعم and binds وبيربط separates various tissue الانسيجة المختلفة من اللي بيضمها في بعضها يعمل لها binding او يفصلها عن بعض او يعمل لها support ويغزيها هو النسيج الضام تمام in various tissue في الانسيجة والorgans المختلف يعني مش هيك سؤال يعني يقول للدفينيشن بتاع الكونيكتف بس تتبقى عرف يعني ايه التشو ذات كونيكت ذات تشو نسيك بيوصل التشو ببعضها طيب بالنسبة لأنواعه لقوا فيه نوع اللي هو الأساسي المين طايب يسموه كونيكتف تشو بروبر كونيكتف تشو بروبر ده المين طايب وده فيه منه أنواع لوز تشو يعني الألياف والحاجات مفككة من بعضها لوز يعني مفككة من بعضها ودنس يعني فيه ألياف كتير تمام وده المحاضرة الخامسة والستة ان شاء الله يبقى المحاضرة الخامسة والستة هنشرح فيها الكونيكتف تشو بروبر اللي هو الأساسي دي أنواع تانية من الكونيكتف تشو تعتبر ذرايتي منه أو يعني ايه تأسيمات تحته كده تندرك تحته زي ايه زي الغطريف دي أنا خدها السنجان شاء الله البون العظام دول يعتبروا أنواع من الكونيكتف تشو لما ندرسه ما نقول لأن الكونيكتف تشو ده عبارة عن ألياف وخلايا وأرضية هنلاقي الكارتلج جولبون عبارة عن ألياف وخلايا وأرضية بس يعني الكارتلج شبه المحاية أو الأستيكة كده بيبقى ثيرم والعظم بيبقى صلب فهيعتبروا يعني سبيشيال طيب أنواع خصة من الكونيكتف تشو البلاد الدم واللي هي مو بايتك تشو اللي هو نخاع العظم هي مو بايتك هي مو هيماتو دي يعني دم وبايتك يعني تصنيع النسيج اللي بيصنع الدم هو النخاع نخاع العظام فده يعتبر بردوك نوع من من الكونيكتف تشو اللينفويت تشو الأنسيجة اللينفوية زي العقد اللينفوية والطحال والكلام ده يعتبر سبيشيال طيب من الكونيكتف تشو تمام؟ يبقى احنا عرفنا إن فيه كونيكتف تشو بروبر اللي هو النوع الأساسي اللي هندرسه في المحاضرة الخامسة والستة ده بيبقى يلوز يا دينس وهنقول يعني ايه الكلام ده بعد كده وفيه أنواع خاصة زي ايه؟ بقيت بقى الأنسيجة العظم والغضريف والدم ونخاع العظم واللمفوية تمام؟ اللي هو الأنسيجة اللينفوية كل اللي بقى كلامنا هيبقى على الكونيكتف تشو بروبر الكونيكتف تشو بروبر ده عبارة عن ايه؟ فاكرين الابيسيليم؟ قلنا الابيسيليم ده كان بيتميز خلايا واقفة على بزم المتنبرين مترصصين جنب بعض مفيش دم بيدخل لهم فيه أعصاب بتدخل لهم أما الكونيكتف تشو مختلف شوية بقى تشو ده عبارة عن فايبرز؟ ألياف فايبرز يعني ايه؟ ألياف بكرين فايبرز أو الفيلمنس اللي هي سيتو بلاسميك فيلمنس اللي هي شبه الخيوط موجودة جو الخلية دي فايبرز بقى يعني ألياف سيلز يعني خلايا طيب الألياف والخلايا دول نيمين على ايه؟ نيمين على الأرض على أرضية على مادة في الأرض اسمها ground substance المادة اللي موجودة في ground أو في الأرض أو يسموها مادة بينية بين الخلايا وبعضها يبقى زي ما احنا شايفين في الصورة في خيوط قدامنا الخيوط قدامنا سميكة ورفيعة وأشكال كتير دي دي اسمها فايبرز في حاجات لها أنوية هي حاجات مدورة وأنوية موجودة كده دي خلايا ولها أنوية طب ايه ده؟ ايه الفراغ لابيض اللي في النص ده؟ دي حتة فاضية؟ لا ايه مش حتة فاضية دي اسمها مادة أرضية مادة مفروشة في الأرض كده عشان تدعم وإيه؟ يعني بقاش فراغات مفيش فراغات في النسيج يبقى في مادة كده مفروشة في الأرض نايم عليها الألياف والخلايا أول حاجة هناخدها النهاردة في فيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الكوننكتف تيشو فيبرز الكوننكتف تيشو فيبرز الألياف بتاعت الكوننكتف تيشو عندنا تلات أنواع للألياف للنسيج الضوم تلات أنواع أول نوع اسمه ايه؟ White Collaginous Fibers White Collaginous Fibers أو كلاجين عارفيني الكلاجين؟ الألياف الكلاجينية البيضاء لأوا الكلاجين ده الألياف دي لما نشوفها بالفريش قبل ما نسبوغ بنلاقلونها أبيض فسموها White Collagin Fiber أو White Collaginous Fiber Collagin أو Collaginous الصفة Collaginous White Collaginous Fiber ايه كمان لو ألياف تانية مرينة زي الأستيك يسموها ايه؟ Yellow Elastic Yellow Elastic عارفين كده الأستيك اللي بنربط فيه الفلوس كده مع بعضها بيبقى مرن كده وبتشد ويترد تاني في مكانه فلو فيه ألياف شبه الايه؟ الأستيك أستيك إلاستيك يبقى اسمها الأستيك بتاع الفلوس ده لونه مسفر كده فالألياف دي في الفريش استيت بردك لونها أصفر Yellow تمام؟ طيب فيه كمان نوع من الألياف عامل شبه الشبكة سموه reticular fiber سموه ايه؟ reticular fiber وإحنا عندنا جامنا من الألياف ثلاث أنواع ألياف لونها أبيض ألياف لونها أصفر ألياف عاملة خيوط شبه الشبكة يسموها reticular زي ما كنا قول endoblasmic reticulum هنا دي ألياف شبكية اسمها ايه؟ reticular fiber هنبدأ نتكلم عن واحدة واحدة أول حاجة أهم نوع وأشهر نوع عندنا الوايت collagion fibers ألياف الكولاجين اللونها ايه؟ أبيض إيه المواصفات بتاعتها؟ المواصفات بتاعتها إنها لسه أيلين اللونها أبيض قوية جداً strong strong يعني قوية جداً الكولاجين ده لو إحنا جبنا fiber من الكولاجين وفايبر زيها من الحديد الكولاجين أقوى من الحديد لو هما نفس السكنس نفس السومك collagion أقوى تمام؟ ايه كمان بتقوم الشد أجا شدها كده يعني صعب بشدها resist stretch تقوم الشد تبقى عاملة ازاي؟ في حزم يعني fiber جنب fiber جنب fiber عاملين ايه؟ عاملين bundle bundle يعني ايه؟ حزمة الحزمة دي عاملة ازاي wavy يعني ايه wavy؟ زي أمواج البحر wavy bundles تمام؟ bundles branch but the single fiber doesn't branch يبقى البندلز بيبقى فيها branching بيحصل لها تفرعات but the single fiber doesn't branch يعني لو fiber لوحدها كده ما بتتفرعش اما لو bundle زي اللي قدامي دي بندل اهي البندل دي يلاقيها ممكن تتفرع وتتقسم لتنين كده تمام؟ دي حاجة بتميز الكلاجين هو البندل بتاعه بتتفرع اما كفايبر خط الوحده كده ما بيتفرعش ايه كمان؟ يا ترى الكلاجين فيبر دي بتتأثر بحاجات اوه بتتأثر بالغليان لو اتغلت هتدينا مادة اسماهة جيلاتين تسمعا مادة الجيلاتين اللي بيعملوا منها الجيلي والحاجات دي. مادة الجيلاتين دي بيجبهها من الكوارع الكولاجين اللي موجود في الكوارع يغلوه جامد وياخدوه يستخلصوه ويغلوه ويحولوه الجيلاتين من يقضر نمَعمل منو بقى مادة الجيلي او الموده الهلامیه يبقى بتتأثر الكولاجين بالغليان وتتأثر كمان بالأحماد والاكاليس ممكن الاحماض والقلويات الالكلاس تأثر عليها وتدمرها ديستوردي يعني تدمرها كمان في انزيمات تهدمها انزيم البيبسن اللي هو البيبسن دا اللي هو موجود في المعدة بتاعتنا بيهدم اللحوم والحاجات دي يهدم الكولاجين وفي انزيم اسمه كلاجينيز من اسمه كلاجينيز دا بيهدم الكولاجين ويقصره وموجود في البكتيريا يعني في أنواع من البكتيريا بتبقى خطيرة قوي لو دخل الجسمنا تقصر في الكنكتف تقصر في الكولاجين وتنتشر في الجسم ده عن طريق ليه تقدر تقصر في الكولاجين انها عندها انزيم اسمه كولاجينيز مخصوص يقصر لها الكولاجين تمام يعني الكلام ده يعني تعرفوه كده مش هيجي نظري بس تعرفوه لو حتة MSG ولا حاجة يبقى ايه الكولاجين ده زي مكت البحر مموجة تسمعوا الناس اللي بيبقى عندهم تجاعد في وشهم مش عارفة ويروحوا يشدوا وشهم ويفردوا وشهم بيفردوا عن طريق انهم يشدوا الكولاجين ده بالامواج اللي هي المموج ده ايه هو بيقوم الشد بس طبعا مع بقى العمليات التجميل والحاجات دي بيشدوا الجلد وبايه بيتشد معاه تمام موجود فين قلنا موجود على شكل بمكن بندل بندل بتتفرع اما الفايبر الوحدة ما بتتفرعش بيتأثر بالغليان يدينا جيلاتين ويتأثر بالأحماض والقلويات وإنزيم الكولاجينيز والبيبسين اللي في معدتنا بيهدم طيب بالله هتمعك رسكوب عامل ازاي الكولاجين ده بقى الكولاجين ده بالإتش أندي إيه بان ايه بصوا بقى إتش أندي إيه كان بيبين المصانع فاكرين مصانع البروتين مصانع البروتين كانت بتبين ايه اللي هي الريبوزوم الريبوزوم كان بيبين ازرق صح الريبوزوم كان بيبين ازرق المصنع لونه ازرق طب المنتج اللي طالع لقوا ان المنتج اللي طالع بيبقى لونه احمر يبقى البروتين على طول بيبقى لونه ايه احمر اسيدوفيلك البروتين احمر والمصنع ازرق يبقى الكولاجين يبقى لما شوفوا كده بالH&D يبقى لون احمر اسيدوفيلك يعني احمر او بينك طيب طبعا فيه طبعا ما فيه حاجات كتير ممكن يبقى لونها احمر الالستك هيبقى لونه احمر فيه حاجات كتير ممكن يبقى لونها احمر ما فيهش حاجة خاصة بيه كده تبينه اه فيه خاصة بيه اسمها مالوري مالوري تراي كورومستين أو مالوريستين مالوري دي ايه؟ افتكروا MBC عارفين قناة MBC؟ M يعني مالوري C يعني كولاجين B بلو أزرق يبقى الكولاجين يتسبغ أزرق بالمالوري يبقى C كلاجين M مالوري اللون اللي في النص أزرق اللون بتاع الكولاجين يبقى الكولاجين بصوا كده الصورة الجميلة دي دي صورة للكلاجين شوفوا مموج ازاي زي الامواج ولو في انقسمات هتبقى في البندل وليس في الفايبر الفايبر راح ده بتنقسمش اما الامواج بتنقسم شايفيه المنظر ده ده الجلد خلايا الجلد ده هي فوق السرطفادس كويموس وعليه كرتين وتحته كلاجين اللحمر ده كلاجين ده بال H&E H&E طب ايه ده نفس الجلد ده بس تسبغ بالمالوري شوفوا إيه اللحصل اللون الاحمر الأسيدوفيلك اللي كان موجود بتاعتك كلاجين اتحول لا ازرق الله تحول لا ازرق اوه الكلاجين بيتسبغ ازرق بالمالوري كلاجين بيتسبغ ازرق بالمالوري فتكره MBC قناة MBC C كلاجين M مالوري يتسبغ بلو ازرق تمام ده بالنسبة دي الكلاجين بالمالوري طب يا تارة في سابغة تانية تسبغ الكلاجين حاجة ده مهمة مستقا يجيب في أمس-كيوم. في的话 سابغة الثانية. كمكن تستخيل الكلازين A في 7 اسمها vanjason. van gason. van ذا يعني ايه? van يعني ثة سيارة صغيرة أو شاحنة صغيرة بتكروع إشارات المرور. احمر واصفر. احمر واصفر. يبقى vanjason دي سابغة تزبغ الكلازين احمر. و تزبغ الالاستيكفيبر اصفر. ما الالاستيكفيبر استعت في الفيرش ستيت اسمها لونها اصفر زي الالاستيك لونها أصفر والفان جيسون كمان تصبخها أصفر يبقى فان جيسون اسمه مكون من جزئين وفان يعني إشارة المرور أو فان شاحنة فالفتكر إشارة المرور لون أحمر ولون أصفر أحمر يصبغ الكولاجين وأصفر يصبغ يبقى مهمة الحاجات دي سبغات دي وفي العملي مش عارفة زرغد الفان جيسون دي سموجودة في العملي ولا تشالت أنا بقى نشوف كده إن شاء الله طيب يا ترى بالإيم الكولاجين نعمل إزاي؟ بصوا يعني كلام كتير في الكولاجين بالإيم مش عليكو قوي يعني عرفوا إن الكولاجين ده باندل والباندل فايبر ألياف والفايبر بتبقى فيها فايبر تصغير ألياف يعني حاجات صغيرة يعني شوفوا هنا دي إيه؟ دي كولاجين فايبر عبارة عن إيه؟ خيوط صغيرة جوة الخيوط الصغيرة دي اسمها فايبر والفايبر ده بيتكوهم بروتين اسمه كولاجين لأول البروتين ده اسمه توبو كولاجين اسمه إيه؟ توبو كولاجين يعني لو إحنا نعرف حاجة نعرف إن هي زي اللحمة اللحمة بتبقى فيبر وجواها قيوط أرفع اسمها فايبر وجواها فيلمينز بنافس الكلام with Anatol كولاجين بيبقى فيبر وجواها فايبرلز وجواها بروتين اسمه إيه؟ توبو كولاجين ماشي؟ طولو 282 نانو كولاجين ده كولاجين ده عبارة عن إيه؟ ثلاث موليكيول جنب بعد. ثلاثة بروتين ثلاث سلاسل من البوليبتايد اللي هو آآ آآ حماد آمنية ثلاث سلاسل من الأحماض الأمنية جنب واعد. لفه حوالين بعض عملوا ايه? ثريبل هيلكس. يعاني فتلتين لفه حوالين بعض عمل ضرابب الإلكس. أما الكولاجين بيبقى هipeيب الكولاجين بيبقى وفيه حاجة اسمها مترصصة كده البروتينات مترصصة بطريقة معينة شوف مترصصة ازاي بروتين وبعدين مسافة فاضية وبروتين بروتين ومسافة فاضية وبروتين بالمنظر اللي قدامنا ده عملت تخطيطة كده كأنها مخططة زي العضلات المخططة يسموها يعني تخطيطات تمام والبروتين اسمه ايه يبقى نعرف ان البروتين اسمه وبيبقى شكله سلاسي ده يعني اللي عايز يعرف المعلومة الزيادة دي مش مهمة قوي طيب ايه اماكن الكولاجين؟ لقوا ان الكولاجين ده انواح كتير قوي فيه نوع اسمه طيب 1 وطيب 2 و3 و4 و5 1 و2 و3 و4 و5 طيب 1 هو نمبر 1 نمبر 1 عندنا في الكولاجين يعني اقوى حاجة اهم حاجة هو المستكمن اشهر حاجة هو طيب 1 ده لقوا ان الكولاجين بروتين عمل فايبرلز يعني الياف صغيرة والفايبرلز اجمعت وعملت الياف كبيرة وعملت حزم يعني حاجة قوية واللي حاجة ضعيفة اكيد الاتحاد قوة كلما يجمعوا مع بعض ويعملوا فايبر وفايبرلز والكلام ده يبقى حاجة قوية قوي فموجود في الاماكن القوية في جسمين ايه اقوى اماكن في جسمنا العضل ايه كمان الاسنان تيس ايه كمان التندن الاوطار بتاعت العضلة ايه كمان الدرمس اوفيسكن طبقة الادم خلي بالكم ايه بدرمس كانستيراتفايا دسكويمس كراتينايز لا طبقة ما فوق الادم اما تحتها شوات كونكتف تيشو اسمهم طبقة الادمة او الدرمس تمام يبقى طيب وان ده موجود فين في الاماكن الشهيرة في جسمنا اقوى اماكن في جسمنا عضم واسنان والاوطار بتاع العضلات والجلد طيب 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 ط مش عامل فايبرز ما تجمعوش مع بعض وعملوا فايبرز فيبقى ضعيف غير الطيب الاولان يبقى عامل فايبرز عامل الياف كبيرة طيب سري طيب سري ده هنقوله دلوقتي وهنقوله وما نيجي نقوله الريتيوكولار فايبرز لقوا ان الريتيوكولار فايبرز نحن نقوله فيه عندنا ثلاث قرموة عامل الفايبر والاوليين وأستيك والريتيوكولار للشبه الشبكة الشبه الشبكة دي عبارة عن Collagen type 3 ومضف عليها كاربهيدوريات فبقى اسمهاgie rivers يبقى طيب سري عامل ايه نتورك عامل شبكة عشان كده عمل حاجة اسمها ريتيوكولار فايبرز طيب موجود فين موجود في الاماكن اللي فيها خلايا كتير والخلايا دي عايزة تتسند على شبكة كده تقف عليها زي ايه الرتيكولر استرومة الرتيكولر يعني شبه الشبك استرومة يعني نوع من أنواع كونكتبتش وعمل شبكة نام عليها الخلاية موجود في الأعضاء المسمطة في جسمنا زي الليفر الكبد سبيلين الطحال الكيليا كيدني اندوكراينجلاند الغضض الصماء لينفنود العقد اللينفوي يبقى دي أماكن وجود الرتيكولر فايبرز وهي أماكن وجود طيب سري كولاجن هنقولها تاني مع الرتيكولر فايبرز ما تقلقوش من الأسامي طيب فور طيب فور ده موجود فين طيب فور ده بيبقى مش عامل حتى ولا فايبرز ولا فايبر ده المضرد تروبو كولاجن بروتين بس بروتين تروبو كولاجن جنبه بعضه كده مترسص عامل اللي ايه طيب فور ده طيب فور ده موجود فين في البيزا اللامينة اوف بيزمنت ممبرين فاكري البيزمنت ممبرين الغشاء اللي واقف عليه الخلاية الغشاء اللي واقف عليه الخلاية ده بيبقى عبارة عن هذا اسمها طبقة قاعدية اسمها بيزا اللامينة عبارة عن شوية ايه تروبو كولاجين فاكرين خلايا بتاعت الابسيليم كانت وقفة كده على غشاء الغشاء ده فيه بروتيناترو فيعة قوي اللي هي التروبو كولاجين وقفة جنب بعضها كده ايه عملة البزمنت من بري طيب طيب فايف النوع الخامس ده بيبقى فيه فايبرلز بس رفيع فايبرلز يبقى كلهم فيهم فايبرلز مع هذا طيب وان عمل وطيب فور ما فيهوش حتى فايبرلز كان فيه تروبو كولاجين فقط طيب خمسة طيب خمسة افتكروا الخمسة مدورة افتكروا البلاسينت البزا اللامينة او الطبقة القاعدية بتاعت البلاسينتة البلاسينتة اللي هي المشيمة فين الطفل كده مما يتولد بيبقى فيه حبل سري حبل السري ده اخر حاجة مدورة كده اللي هي المشيمة المشيمة مدورة فطيب خمسة مدور ماشي ده بالنسبة لانواع طيب خمسة يعني هي برضك حتة مش مهمة قوي نصر اللي يحب يعرفها يعني يبقى طيب ون يعرفه أهم حاجة طيب ون ده الشهر نوع وموجود في الحاجات القوية في جسمين طيب اتنين في نوعين من الكارترش طيب ثلاثة اللي هو ريتيكولر فايبر هنقولها دلوقتي اماكن ريتيكولر فايبر طيب اربعة في البيزمين تمبرين البيزمينة بتاع البيزمين تمبرين غشاء القاعدة بتاع الخلايا وطيب خمسة موجود فين في البلاسينتة خمسة البلاسينتة مدورة او المشيمة مدور ده بالنسبة للكولاجين كلمنا عن سبغاته والطبيعته والليت والإم بتاعه وكلمنا عن الانواع بتاعه نيجي على تاني نوع اسمه ايه ييلو إلاستيك فايبر ييلو إلاستيك فايبر اللي ييلو إلاستيك فايبر دي من اسمها ييلو يعني أصفر يعني حاجة مارينة إلاستيك فايبر دي نسيج مارين كده كاراكترز بيع بتاعه بيتميز بإيه؟ يتميز إنه يلو يعني أصفر تمام إلاستيك يعني مارن إلاستيك النيتشر الكولاجين كان رزيست ستريتش بيقوم الشد أما الإلاستيك زي الأستيك قدر أشده ويرجحتين إيه كمان الفايبر في الكولاجين ما كانتش بتتفرع أما هنا الفايبر بتتفرع يعني الفايبر الوحدة بتتفرع تمام برانشينج فيبر الكولاجين لما بيتغلى كان بيدينا جيلاتين أما الإلاستيك فايبر ما بيتأصرش بالغلى طب بيتهضم بإيه؟ بإنزيم اسمه الإلاستيز من البنكرياس البنكرياس بيفرز إنزيم اسمه الإلاستيز يهدم الإلاستيك فايبر طب أما الكولاجين كان بيتهضم بالكولاجينيز اللي جاي من البكتيريا أو البيبسين بتاع المعدة أما الإلاستيك فايبر بتتهضم بالبنكرياتيك إلاستيز طيب بال-EM أو الـ Structure بتاعه عامل ازاي ده بال-EM والموليكولار تركيبه كيميائي التاني كان اسمه Tropocollagin أما هنا بروتين اسمه إلاستين اللي لونه أخضر في النص ده شايفينه لونه أخضر في النص ده اسمه إلاستين بروتين طيب إيه اللي بنا في سجل حواليه اسمه Oxytalan Fibers دي بتبقى عند البريفري بقى إلاستين بروتين في النص وحواليه Fiber اسمها Oxytalan Fibers ده كده اللي تنم مع بعض ده عاملين الـ Elastic Fibers عاملين الـ Elastic Fibers طيب باللاية ميكروسكوب يباني ازاي مش الـ Elastine ده بروتين أو بروتين هيتسبغ بال-H&D ايه احنا قلنا المصنع لونه أزرق الريبوزوم لونها أزرق والمنتج اللي طالع لونه أحمر يبقى البروتين أي بروتين بتسبغ بال-H&D بينك أسيد وفالك طيب الفان جيسون الله احنا خدنا لسه 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 بغادي دلوقتي قلنا فان جيسون فان شاحنة صغيرة يسارات الملور أحمر وأصفر أحمر يزبغ الـ Collagen وأصفر يزبغ الـ Elastic Fibers يبقى الفان جيسون بتزبغ يعني إن لو سبقت فان جيسون في نسيك فيه Collagen وElastic الـ Collagen يبان أحمر والـ Elastic Fibers تبان أصفر بسبغة واحدة يعني سبغة تباتنا لونين تمام؟ يبقى الفان جيسون تدي أصفر للـ Elastic Fibers طيب فيه سبغة تانية أسماء Verhoff's Stain ايه Verhoff's Stain دي؟ Verhoff يفتكروا off عارفين turn off turn the light off لما نطفي اللايت أو الضوء الدنيا بتسود فVerhoff's Stain بيزبغ الـ Elastic Fibers لون اسود يفتكروا turn off لما نطفي اللمبة كده النور كده كهراء الدنيا بتسود كده يبقى لون بلاك اسود تمام؟ يبقى ده بالنسبة للسبغات بتاعة الـ Elastic بصوا معي شايفين لون اسود ده خطوط لونها سود كده اللون الاسود هنا ايه؟ Elastic Fibers الخطوط دي Elastic Fibers مسبوغة بالاسود طيب ده ايه؟ السبغة دي الله أصفر وحمر ايه أصفر وإيه لحمر؟ السبغة اللي بتدينا لونين الفان جيسون فان جيسون تدي لون أحمر للكولازين وتدي لون أصفر للـ Elastic Fibers السبغات مهمة ممكن تيجي MSQ طيب الـ Elastic Fibers دي ما اللي بيصنح في خلية اسمها الـ Fibro Blast خلية الـ Fibro Blast دي هناخدها ان شاء الله الفيديو الجاي بتدي يعني بتصنح كل الخلايا والـ Matrix تمام؟ في الـ Connective تشو يعني فاسمها Fibro Fibro يعني بتصنح Fibro Fibro Blast دي بتصنع Elastic Fibers طب لو أني فيه Elastic Fibers بتبقى موجودة في الشرايين بتاعتنا في الـ Arthrus الـ Arthrus الشرايين بتاعتنا دي بتنبض كده صح الشريان بتاعنا ده بينبض بينبض ليه؟ عشان فيه مرونة في Elastic Fibers طب يا ترى فيه Fibro Blast موجودة في الشرايين بتاعتنا هي اللي بتصنع الـ Elastic Fibers لا فيه Smooth Muscle فيه عضلات ملساء في الشرايين بتاعتنا هي اللي بتصنع الـ Elastic Fibers يبقى طبيعي الـ Elastic Fibers بتصنع بخلاص مال Fibro Blast معادة في الشرايين بتصنع بالـ Smooth Muscle طيب دي حاجة اسمها مارفان سندروم ايه مارفان سندروم دا؟ ده شخص عنده مشكلة في تصنيع الـ Elastine يبقى شخص عنده مشكلة جينية الجين بتاعت تصنيع الـ Elastine ده مش موجود فعنده الـ Elastic Fibers بتاعه بتبقى ضعيفة او مش موجودة فتخيلوا بقى الأورط شريان الأورطة دا محتاج مرونة ولا لأ عشان ضخ الدم دا محتاج مرونة يتشد ويرجح تاني يتشد ويرجح تاني طب لو هو ضعيف مفيهوش الـ Elastic Fibers هيحصل فيه ايه؟ هيوسع بس مش هيرجح تاني يحصل فيه حاجة اسمها Swilling او Aneurysm تاخدها في الباصولوج ان شاء الله Aneurysm يعني الأرتري كده اتنافخ كده الأرتري اتنافخ كده بسمها Aneurysm تمام ودي حاجة Life Threatening يعني دي حالة حياة وموت انت مضى خيالين الأورطة تنافخ كده ممكن لقدر الله ينفجر الأورطة دا لو انفجر العين دا دم وتصفة خلاص لو ما كانش في قطة العمليات وتلحق في ساعتها ما تلحقوش خلاص لو في أي حتة تانية ما تقدرش تلحقو الأورطة انفجر دم كله خلاص طلع برا الأوعية الدموية تمام دي اسمها Marfan Syndrome يعني غالبا الحاجات تي يعني ملحظة للي عايز كده ايه يعرفها للاطلاح مش مهم قوي طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا نوعين من الفايبر White Collision Fiber Yellow Elastic Fibers النوع الثالث ايه بقى Reticular Fiber ايه Reticular دا يعني شبه الشبكة عامل زي الشبكة بيسموا Reticular ليه عشان Forming Network Tend to يعني يميل انه هو يعمل Network يعمل شبكة طيب ايه كمان الشبكة دي تتسبغ بايه فاكرين الشبكة ها حد فاكر الشبكة بتاعت Golgi فاكرين Golgi العريز البخيل اللي جاب شبكة Silver والSilver دالوا نبني والشبكة دي اللي هي قلنا Golgi بيبقى عامل زي Fiberiller Network عامل زي الشبكة كده او الشبكة باللونها بني دي كانت سابقة خاصة بالGolgi هنا الشبكة بقى بحالة يبقى Golgi العريز طيب الشبكة فين Reticular Fiber Reticular Fiber اذا عامل شبكة تذكروا كلمة شبكة الشبكة والشبكة حاجة واحدة Silver بار فضة يبقى احنا قلنا دلوقت Silver فحكتين العريس البخير عامل Network اللونها بني اللي هو الجولج والشبكة ذات نفسها اللي هي Reticular Fiber Reticular Fiber عامل شبكة لونها بني سموها Argyro Filic كلمة Argyro دي باللتين يعني فضة Filic يعني بتحب الفضة لقوا ان Reticular Fibers دي بتحب الفضة طب ايما وصفات بقى Reticular Fiber لقوا انها رفيع قوي Very 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 درجة ده مش بتبين H&E H&E بيينت لي Collagen وال Elastic لونهم أسدو Filic أحمر اما Reticular Fibers رفيع قوي زي الشبكة رفيع خيطها رفيع فمش باين Very same وطبعا فيها branching وanastomosing فيها تفرعات كتير عملة network عملة شبكة متكونة من ايه لو تفتكروا ما قلنا Type 3 Collagen Type 3 Collagen ده كان عبارة عن ايه بيكون Reticular Fibers يبقى Reticular Fibers عبارة عن Type 3 Collagen الياث رفيع او Fibers رفيع عملة شبكة ومترصب عليها Glycoprotein يبقى Reticular Fibers لو تفتكروا اهه اوريها لكو تاني بصوا كده معايا فاكرين Type 3 Collagen اهو Type 3 Collagen كان عامل Fibreller Network وقلنا موجود في Reticular مقلة كلمة Reticular هي يعني Reticular Fibers اللي موجودة في الاعضاء المسمطة زي الكبد الطحال الكليا كلام ده تمام يبقى دلوقتي عرفنا مواصفاته وهو عبارة عن Type 3 بطيب Cricollagen ده يكون Reticular Fibre طيب بالLight Microscope عبارة عن ايه لقوا بالLight Microscope HNDE ما بيتبانش رفيعها قوي ما بيتبانش بالHNDE عكس اخوتها الكولاجين والإلاستيك بيبان ايه كمان السيلفر سيلغر محس عيلين سيلفر السيلفر عشان هي شبكة افتكروا الشبكة سيلفر بتبانونها بني او سود زي الصورة اللي قدامنا بصوا الصورة الجاملة دي ايه ده يالخي طلونها سود دي او بني دي Reticular Fibre المال مين كمان لسه عيلين من شوية كان بيزبغ سود الverhoffs off turn off اتفي اللمبة كده off يبقى ايه دي بتبقى Elastic Fibre أما السيلفر افتكروا الشبكة او الشبكة Reticular Fibre طيب يا ترى بتتسابغ بحاجة تانية مش احنا قلنا Reticular Fibre دي عبارة عن Collagen Type 3 بالاضافة لمين Glyco Brutein الله Glyco Brutein Glyco يعني كارباهيدريت من السابقة الشهيرة اللي بتتسابغ الكارباهيدريت فاكرين كار يعني كارباهيدريت بتتسابغ بمين بالباص كارب تتسابغ بالباص يبقى الباص يزبغ Reticular Fibre لان فيها بوليسة كاريت فيها كارباهيدريت ويدينا طبعا الباص اللي هو الباص الباشور بتاعنا اللي هو البربل او الماجينتا اللي هو بنفسي جي او فوشيا كده تمام ده بالنسبة Reticular Fibre يبقى احنا النهاردة الفيديو ده اتكلمنا عن ايه اتكلمنا عن ثلاث انواع من الفيبر قلنا الاول الكونكتف تشو دوت عبارة عن فيه بنوع البروبر اللي هناخده في المحاضرة الخمسة والستة وفيه انواع خاصة زي الغضريف والعظم والبلد والكلام ده وقلنا ان فيه الكونكتف تشو ده الياف وخلايا وماتريكس الالياف عبارة عن ايه الفيبرز دي عبارة عن ثلاث انواع لون ابيض كلاجن لون اصفر الوايت كلاجن فايبرز الوايت كلاجن فايبرز دي قلنا بتتميز ان اللي انها ابيض ما بيحصلها برانشينج والسبغات بتاحها مي بي سي المالوري بلو الفان جيسون ده بيزبغ الكلاجن احمر ويزبغ بتاع المرور احمر الكلاجن واصفر الالاستيك قلنا نعرف انه بيكون من حاجة اسمات روبو كلاجن مولوكيول وعمل تخطيطات وقلنا انواعه طيب وان اهم نوع اقوى نوع في الحاجة الاماكن الكوية في جسمنا زي العظم والتندن والاسنان والكلام ده طيب تلاتة ده اللي عمل الورتيكولار فيبرز طيب تو في التو تايبس وموجود فين الاماكن بتاعه فين الالاستيك دانسينا نقولها الاماكن اللي فيها مرونة في جسمين زي ايه محن نسا قيلين الشرايين جدران الشرايين ايه كمان تراكي القصبة الهوائية الشهيك والزفير مش الجهاز التنفسي ده بيتول ويقصر كده في الشهيك والزفير يبقى تراكية تراكية يعني القصبة الهوائية يبقى موجود في الحاجات اللي بتطول وتقصر في الشهيك والزفير جهازنا التنفسي التراكية القصبة الهوائية برونكاي الشعب الهوائية برونكيولز الشعيبات الهوائية فيها الاستيك فيبر عشان تديها مرونة ايه كمان حاجة اسمها اللي جامنتم في العظم اللي جامنتم في العظم ده ده عبارة عن اللي جامنت الاربيتال اللي مسك الفقرات بتاعة دهرنا بين فيرتيبري فيرتيبري بين الفقرات الفرتيبري يعني الفقرات فقرات دهرنا دي تخيلوا لو ما فيهاش مرونة كده كنا نبقى مخشبين ولا عارفين ننحاني ولا كده شوفوا الناس ما شاء الله بقى اللي بيلعبوا جنباز وحركات وكده تلاهم بيتقلبوا ويعملوا حركات جمدة قوي لان عندهم مرونة عندهم في اللي جامنت انفيلافن بتاعتهم اللي هي الاربيتال اللي مسك الفقرات مع بعضها فيها مرونة دي الاماكن اللي فيها مرونة في جسمنا في ظهرنا من الفقرات وفي الشرايين بتاعتنا وفي جهازنا التنفسي من القصب الهوائي والشعب الهوائي وقلنا خلاص ان المورفان سندروم ده واحد عنده ضعف في الالاستيك فايبرز وقلنا الريتيوكولر فايبر اهم حاجة نعرف باللايت مايكروسكوب انها بتتسبغ بالسيلفر شبكة بالسيلفر وبالباص عشان فيها كربوهايدريت وبالـ H&R فايعة ما بتبنش وهي عبر عن كولاجن طيب سري وبكده يبقى احنا انتهينا والاماكن بتاعتها هتبقى نفس الاماكن بتاعت الكولاجن طيب سري اللي هنقول فيها بقى في الليفر البنكر الليفر بنكر يقوله اي حاج ليفر كيدني كيليا لمفنود عقد لمفوية كل الحاجات دي بتبقى موجود فيها عاملة شبكة والخلايا نايمة على الشبكة دي تمام زي الصورة اللي قدامنا شايفين الصورة دي خيوط رفاية قوي مش باينة وفي خلايا خلايا كتير مترصصة على الخيوط دي تمام وبكده يبقى انتهينا من اول جزء من المحاضرة الخمسة ارجو تكونوا استفادتم منها وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته